انا بقى جاي عشان عارفت حاجة عارفت انت كنت بتلعب وكان فيه اصابة اه ايه بقى احكي لحاجات الاصابة دي انا اصابت قابليها تقريبا بيومين قبل طولة بيومين اصابة خفيفة يعني ياوادي يا جامل انت بتاع الاصابة كانت الاصابة ايه طيب سيبنا احنا بنشوف اذا كانت خفيفة ولا لا كانت لاسعب بطني لاسعب بطنك من ايه اتخلت حرب ولا ايه لا لا ايه اللي حصل اه اتلا ساعت كنت بكوي برضو هدومة عشان انزل التمرين اه اه جدع مش فمنغير قصد جبت المكوى من بخار فرحت اه فلقيت بقى الجلد تشالد ومو كده بس برضو ده مؤلم اه مؤلم اه مؤلم اكيد هيبقى فيه ضربات جاية عليه ايوه اه ساعتها بقى وانا في الماتش اه ضربت اه ضربت اللعب في بطنه فرا احضرني بطني عادي يعني وكانتش عارف ساعتها اله اه مش عارف انه فيه اصابة فيه اصابة فضربني عادي اه ساعتها بقى تواجعت خالص وتشالد الجلدة اللي عليها والدكتور جاية اه والكابتن بتاعي جاية اه ومامتي نزلت الحلبة اه وكان معي عمر ابن خالي اه نزل برضو الحلبة حكاية كبرت اه كبرت والدكتور جاية فمن قبل ما الدكتور يحط على بطني حاجة الكوتش بتاعي بصلي قال لي ما عايز انت هتكمل يشدعك انت هتكمل انت هتكمل ما ييمكش اه ساعتها بقى انا كنت نام على الارض هتبصله انت متأكد اه قلت له طبعا ماشي يا جوتش طبعا اكمل وقمت اه انا كان في الماغي اصلا من قبل ما ادخل بطولة ما كانش فيه خالص اللي هو يا اما هلعب وهكسب يا اما هكسب بس يا اما هكسب يا اما هكسب يكسب يكسب اه فايتر فايتر زي الكتاب قالت اه ما كانش فيه خالص بقى اللي انا اخسر او حاجة زي كده مجدعا بس فدخلت ولعبت قلت يا معز دول اخر دقتين ابزل بقى مجهودك كله في اخر دقتين حتى لو تواجعت عادي بس يعني ايه ابزل كل مجهودك الحمد لله وانسيت الواجع ومبش انسيت كل حاجة وانتركزت انك هتكسب يعني هتكسب في الماتش عامتا مش با لو حد تواجع مثلا او تصاب في الماتش مش بيبقى حاس يعرف ناس مثلا رجليهم كسر تقوموا في الماتش بتحصل انت اكيد هتاخدها بالوقت في المدرسة وحاجة زي كده انه جسمك بيفرز حاجة اسمها ادرينالين ايه ايه انت عارف قط ام ام مرجل مصقفة جماعة فبيقلل احساسك بالألم ايه وعديت الماتش وخط البطولة الحمد لله وكان أصعب لحظة بقى وهم جايين يجارج على الماتش بصت الحكم طبعا الحكم كان إطاري بصت له كنت قادي مستني قلعت الجلاوز ديتهم الحكم قاعدت بقى أشوف بقى أنا كنت تمام يعني حتى لو كنت خسرت كنت تمام بس طبعا كان نفسي أكسب جدا طبعا الحمد لله أكسبت بصت له عادي أعمل كده بقى بعد كده المعيز كان طبعا فرحة الدنيا بطولة عالم وكمان بلعب وأنا مصاب فمفيش حاجة بعد كده